في أباق بقى السبب التاني بقى أباق بيقولوا إحنا خايفين من الحنية لحسن أقولكم إحنا نجيب حنية منين لما إحنا أصلاً مفيش حد حنى علينا يبقى أنا أجيب حنية منين مفيش مخزون للحنية جواي مفيش مخزون للرحمة ولا للحنان جوا قلبي أنا ما عاشتش محد أنا أبويا ما عمل ليش كده وأمي ما عملت ليش كده أعظم بقى سر موجود في الحنية إن الحنية لأنها من عند الحنان من عند الكريم فممكن تحصل بغير سبب يعني تحصل بغير سبب ليه أي حاجة تشوفها بتحصل بغير سبب يبقى من عند الله ولذلك الحنية أكتر حاجة ممكن تتجدد فيك لو أنت أصبحت إنسان حنين يعني لو أنت حنت على أولادك إيه لا يحصل؟ هتبص إن الحنية تفجرت في قلبك وقلبك أصبح لين وبالعكس عادي لك الحنية أضعاف أضعاف ما أنت حنت على أولادك بس إياك 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 تستمر في دور الضحية اللي أنت في ده ثالث حاجة إن في أولاد في أباق بيقولوا إيه؟ يبقى أول حاجة إيه اللي حصل أنا خايفة دلعه تاني حاجة أجيب منين؟ أجيب منين حنية تالت حاجة بقى إن بعض الأبواء من كتر ما هم بيجلدوا نفسهم وحاسين دايماً بيزنبوا التقصير بيقولوا ما ينفعش نعيش الحنية مع أولادنا من كتر أسوتهم على نفسهم يعني هو إيه؟ شايف إنه هو مش أهل اللي عايش بحنية لأنه قاعد يجلد نفسه ويجلد نفسه ويجلد نفسه فأنا ما استحققش الحنية الحنية على فكرة مش استحقاق الحنية حياة الحنية معنى ربنا جعله في الحياة فأنت حتى لو شايف نفسك مش مستحق ولو شايف أنت بتعاقب نفسك أنت مش مش هي دي القصة القصة إن الحنية دي فضل من ربنا رقم أربعة العائق الرابع إن في أباء بتظن إن الحنان طرف أو إحنا فضيين العيال لما نحن عليهم لما أنت رؤوا دماغنا ونبقى نرتاح بقى نبقى نحن عليهم لا يا سيدي حضرت النبي الرجل دخل عليه وهو بيقبل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين قال لأ تقبلوا أولادك مفيش بقى فكرة إن أنا معايا فلوس وقم عادوا معليش نعام ولا جايب لهم أفخم عربيات ولا ما لا خالص الحنية مش محتاجة كل ده فمش محتاجة لو قان دماغ بالعكس أعظم سر ربنا جعله في الحنية إن الحنية مطهرة إن الحنية تجيب الرحمة ليه هالجزاء والإحسان إلا الإحسان يبقى إيه اللي حاصل إنت لو مرست الحنية مع أولادك هتفتح عليك أبواب الخير كله أما بالنسبة بالنسبة للأبناء بقى إيه اللي بيخلي فيهم جفة وجفة في قلوب الأبناء تجاه أهليهم برضو في أربع أسباب أول حاجة الإحساس بالمظلومية أولاد عايشين بالمظلومية إن أهلهم كانوا سبب ألمهم وواجعهم وسبب رفضوهم وإن أهلهم مرسوا معاهم كل أساليب اللي تخليهم ما يبقوش قادرين يعيشوا الحنية فإيه اللي حاصل فهم ما حفصوش عليهم فالأولاد بيعيشوا في دور الضحية فبيقول بلاش بقى نعمل أي حاجة تانية ونعيش بقى وأهلنا لو كانوا مرسوا معنا الحنية كنا مرسناها معاهم فبلاش نخلي إيه فبلاش نعمل حاجة مش هنقدر نعمل بلاش نتخلى بقى عن القصوة لإنه ما فيش سبب من أسباب الوصول للحنية طيب بس أنت السبب ده سبب أن أنت ضحية ده سبب ما ينفعش لأن في الحقيقة هم لو كانوا حتى مرسوا معاك هذا وما كانش فيه اختلاف في وجهات النظر فخلي بالك أن أنت بتحرم نفسك من أنك تعيش حياتك بنعمة أنت مشوفتهاش فأحساسك بالمظلومية مش هو فحاجز اللي عندك بسبب أحساسك بالمظلومية مش هو اللي أنت هتحيشه لو أنك أنت حسيت بأنك أنت مفتوح عليك أبوها بالحنية فهي أحساس المظلومية مفسد للحنية عند الأولاد الحقيقة الثانية السبب الثاني لأن الأحساس بالحنية عب أنا مش قادر مش قادر أحس بالحنية تجاه أبوي وأمي لأننا أحياناً بيحصل لنا بسبب كثرة وسرعة الحياة وانشغلاتنا أن احنا مش قادرين نكون حنينين على أبائنا وأمهاتنا الأولاد بيقولوا كده ليه؟ لأن الحنية دي أتاخد وقت احنا بقينا في أحيان كتيرة بسبب سرعة الحياة وانشغلاتنا مانا مش قادرين ما بقى جزء من حياتنا مش ما عندناش جزء من حياتنا ممكن نقضيه مع أهلنا لأننا بنقضي جزء كبير من حياتنا على السوشال ميديا اشتركوا في القناة